السلام عليكم أحباء الصغار ومتتبعي الدروس العالمية بقناة مدرسنات وأهلا وسهلا بكم مجددا في عدد جديد من حصة قصص وعبر اليوم سوف نتطرق إلى قصة جديدة من قصص نوادر جوحة للأطفال وهي بعنوان الذي يعطي الكثير لا يبخل بالقليل إذن سوف نتعرف مع بعض على أحداث هذه القصة هل أنتم متشوقون؟ جيد فلنبدأ مع بعض كان من عادة جوحة أن يدعو الله عند كل صلاة ويطلب إليه أن يعطيه ألف درهم ذهبا وأنه لا يقبلها إذا كانت تسعمائة وتسع وتسعين وكان له جار غني يسمع عصر كل يوم هذا الدعاء فأراد أن يمتحن جوحة فأخذ تسعمائة وتسع وتسعين درهما ووضعها في كيس ولما جاء وقت العصر وكان جوحة يدعو ربه رمى إليه جاره بالكيس واختبأ وراح ينظره فرح جوحة فرحا لا يوصف وسجد لربه شاكرا وحمل الكيس وبدأ يعد ما فيه فوجده ينقص درهما واحدا فلم يهتم وقال أن الذي أنعم علي هذا لا يبخل علي بدرهم واحد ثم أخذ الكيس وخبأه أسرع الغني إلى جوحة فاحكا وقال له ورد ألي يذهبي فقد أردت أن أمتحنك وأوداعبك وقد عرفت أنك لم تلتزم بدعائك قال جوحة مستغربا أي ذهب هذا الذي تتحدث عنه هل سبق وأن أعظتني شيئا قال الغني يا جوحة إن الضراهم ليست دراهمك بل هي دراهم ألقيتها قال جوحة إنك ولا شك مجنونة وهذه القصة لا يصدقها أحدا فهل يوجد من يخاطر بمثل هذه الضراهم ويرمي بها إن ما نزل علي هو جواب دعائي من خزائل الله الواسعة واستمر النقاش بينهما طويلا وجوحة لا يتزحزح عن قوله وأخيرا قال الغني لا يمكن حسم هذا النزاع إلا في المحكمة هيا بنا إلى القاضي قال جوحة لا أستطيع الذهاب إلى القاضي لأن مقره بعيدا والتقس بارد وليس عندي من الثياب ما يرد عني قسوة البرد رد عليه الغني أنا أتيك ببغلتي وعباءتي وهكذا اسأله اسأله إن كان قد أعطاني درهم واحدا في يومي من الأيام والحقيقة إنني طلبت من الله ذهبا وهو سبحانه كريم قادر على إعطائي الكثير والقليل وإنما يدعي علي باطل إنما يدعيه ليس إلا مكر وخداع ليأخذ مني مالي ولو استطاع أن يدعي علي ببغلة الموجودة في الخارج لما تأخر دهش الغني من هذه القصة الجديدة وخاف أن تلحق البغلة بالدراهم فقال وتنكر على بغلتي أيضا وقد أتيتك بها لتركبها قال جوحا هل سمعت يا سيد القاضي إلى هذه الدعوة الجديدة إني أخشى أن يدعي أيضا إنه صاحب ما تملكه يدي بل إنه قد يتماد في ادعائه إلى ما أرتديه من ملابس ويقول بإن هذه العباءة له أيضا فارتبك الغني وقال أوليست هذه العباءة التي أعرتك إياها عندئذ حكم القاضي لجوحا وقال للغني لقد ظهر لي بطلان دعواك وانكشفت حيالك وأكاذبك فإنك تريد أن تسلب هذا الرجل أملاكه خرج الغني حزينا متألما أما جوحا فقد ركب البغلة وعاد بها وبالعباءة إلى داره مطمئنا راضيا وصل جوحا إلى داره وأرسل يطلب جاره الغنية فجاءه ظارعا مستغيثا فدفع إليه جوحا دراهمه بتمامها وقال له إياك بعد اليوم أن تتدخل بين الخالق والمخلوق وأن تزعج عباد الله الذين يطلبون من خزائنه التي لا تنفذ وبهذا يا أصدقاء الصغار نكون قد أكملنا قصة الذي يعطي الكثير لا يبخل بالقليل حسنا من هو الذي يعطي الكثير ولا يبخل بالقليل إنه الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يعطينا الخيرات يعطينا كل الخيرات بدون بخل مقارنة بالناس وهذا ما استخلصناه من قصة أو من هذه القصة مفهوم؟ إذن لا تنسوا زيانة المواكع الإلكترونية الموضحة في الشاشة والاشتراك بقناتنا على اليوتيوب مدرسانات مع تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد فيديوهاتنا نلتقى بحول الله في عدد جديد مع قصة جديدة وإلى اللقاء